لما نتحدث عن الاهلي لا نستطيع الا نتحدث عن عم حارس ابو سماح زي ما بيحب عم حارس 47 سنة بين جدران النادي الاهلي لما تدخل النادي الاهلي وانا اعوده في النادي الاهلي من السنين طويلة قوي تشم ريحة عم حارس تشم مودته ومحبة الناس ليه حمل كأس بطولة افريقيا تسع مرات مش حد في العالم ابدا شالهم تعالوا نشوف المباراة بعيون عم حارس اهلا وسهلا نبا اهلا وسهلا مرحبا فيه في الاخيرق والناس طبعا حاجة كبيرة لي اللي انا جئت النهاردة معاكم النهاردة عشان اتكلم معاكم النهاردة على كل حاجة في المنوديان ان شاء الله 2021 ان شاء الله يعني انا عايز اقولك حب الناس ليك كنزي عم حارس مش بس اقولك حب اللعيبة الكبار حب الناس نجوم وجماهير الاهلي الحمد لله الحب ده بيجي من مش من فراغ طبعا من حب اللي عندي ربانا من فوق يا حبي فيك الناس كلها الإنسان مش عملت عملت فلوس ولا عملت حاجة أهم شيء حب الناس لك في دنيتك وإنت عايش وماشي على رجلك بالناس بتحبك والفلوس بتيكي بعد كده وفي الآخر صحيح ربنا أديك الصحيح ربنا أخليك طيب من 12 وإنت عندك 12 سنة لحد دلوقتي عايش مع الأهل بطلات وحكايات وخلينا نقول مواقف حلوة كتير ومواقف صعبة كتير يعني لو ده كله نحطه في حاجة الأول قبل المنذهال ينفع يطلع في كتاب عندك حكايات كتير صاح عندي طبعا حكايات كتير أبعا على الأجيال اللي أنا ربتها طبعا فيه أجيال طلعت من تحت إيديا كتير قوي يعني من جيل الكابتل محمول أول جيل بتلاعى كابتل محمول وخطيب طبعا وكابتل مصطفى عبده وكابتل نحمل عبدالبا وفتح مبروك وصفة عبدالحليم وجمال عبدالعظيم وطاري الشيف وطاري الشيف وكابتل نعمل عبدالعبدالشاف وشطة واجي أسماك كتير عشان مننساش حال طبعا الأجيال اللي بحدي كده برضو جاي جي عليها جيل وجيل 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 واخر الجيل اللي أنا معاها ده حاليا أي طيب انت روحت المنديال مرضين قبل كده روحت المنديال قبل كده اللي هو أول بطولة بتاعة كاس عالم الانديا اللي أنا روحتها في اليابان آه تاني آه دي اللي إحنا خدنا فيها التالت اللي إحنا خدنا لأ اللي أنا روحت في خد فيها السادي السادي وروحت البطولة اللي هي كانت في المغرب اللي هي كانت آخر مباراة كاس عالم للكابت المحمد اللي هو سريك فيها آه اللي هو جاي بعدها بطالكورة أي طيب عايزين نعرف كواليس الفرقة دي وهي مسافرة قبل ما يسافروا انت كنت شايفهم كانت حالتهم المعنوية ايه بيتكلموا في ايه بيستعدوا للبطولة دي ازاي كان في الوقت دوت طبعا اللعيبة بدقت اللي هي بعد مطش الدوري اللي هو احنا اللي أبنى قبلها بالتينCr وبطولة كبيرة بقى ساكرت بطولة عالمية وفكروا اللي هي عندما رايحين بطولة بطولة كبيرة بقى بطولة عالمية لأن النادر أهلي طبعا إن شاء الله إن شاء الله اللي هو يحق فيها مركز كويس أيًا ولا متفائل إن شاء الله مباراة المكرة ماكسب للنادر أهلي يا واحد سفر يا نادي الأهلي هيجي فيه واحد ويتغلب وحسفه لكن الكلام اللي هو بتقال اهداف كتير وبتعلق الكلام اللي بتقال للأهلي يتغلب 14 جول 15 جول 20 جول زي ما هو مكسب بارشلونة 8 2 والكلام ده كله ما تشوله ظروفه أنا عندي 11 راجل هيبقى في الملعب إن شاء الله ياكلوا النيجيلة بكرة وصارت فرقة واخدى بطولة أوروبا اللي هم أبطال أوروبا ونادي الأهلي بطل الكرة الأفريكية النادي الأهلي من أكتر الفرق يعتبر فيه العالم مش على مستوى أفريكا ولا العالم اللي هو البطولات هو ناقص ما بلقى لحاجة واحد بس اللي هو ياهو البطول الكاسة العام لأندي ايه ويبقى أخذ كل البطول يبقى أخذ جميع البطولات إن شاء الله حياخدها بإذن طب قولي بقى عم حارس يعني الجماهير كلها كان بتتكلم يعني الناس يخلص مباراة الدحيل وإن إحنا بيعتبرنا تحصيل حاصل وإن إحنا حاعدناها وروحنا لبايرني ميونيخ وكانت حديث القاهرة طول وقت كان في غرفة الملابس وبين المسيماني وبين اللعيبة نفس الحديث برضو هو هو؟ لأ بعد الماتش الدحيلة ده اللي هو حصل ده اللي إحنا كسبنا فيه بيقفل الصفحة بعد المباراة على طول بيفتح صفحة جديدة تانية ما بيطلعوش يتكلموا في المباراة؟ لأ بيقفل الصفحة نهائي خلاص المباراة دي انتهت بيفكر في المباراة اللي بعدها فيه محاضرات وفيه كلام وفيه دروس إن الفرق اللي هتلقبني كوتها دي إيه؟ بيقولك أحسن فرقه في الأوروبة بطولة أوروبا لأ ما هو أنا هلا في الوقت ده المدير الفني بيشتغل الشغل بيبدأ الشغل بتاعه من هنا يحط تشكيل بتاعه الصح من هنا يعني هو كان عنده أخطاء ماتش يدي حيلة اللي فيه الشرط الثاني ساعة ما تراجعوا إن اللي أنا كذبان هو 1-0 وأنا ممكن كنت أهاجم أجيب كنت تاني لكن ما دفعش المفروض ده بحسن ده شغل المدير فني لكن أنا بقول إن كمال 45 ديعة تانية ممكن أجيب هدف ممكن أجيب اتنين ما ترجعش اللي أنا المطش اللي فات اللي أنا رجعته ورا رجعته ورا ليه؟ الأسباب الأسباب؟ يعني لما بيحصل ده مش أول مرة حصلت مع الأهلي فيه أكتر من مباراة بخاف من المباراة اللي أنا ممكن يجي فيه يا جول اللعيبة اللي بيخافه اللعيبة اللي بيخافه مش المدرر فني اللعيبة بتخاف إن ممكن في الوقت ده إن يجي فيهم جول بمحافظ على النتيجة يعني مينفعش لازم أفتع خطوتي وكمل 45 ده التانية زي 45 ده وشوط الأولانية يعني الموضوع محتاج جرأة أزيت شوية وإحنا بنقابل باير نميونخ لا ده دي حار سطر مش جرأة لا مش جرأة حاجة كبيرة طبعا ده دي فرقة احنا بقول مينفعش مينفعش ولا مفتعش خطوتي مع فرقة زي دية بالكوة اللي عندها لازم أأمن نفسي في أول ربع ساعة عملت نفسي وقعبت كورة ونقلت كورة عليهم أكسب سكة اللعيبة بتاعتك تكسب سكة ما عملتش الكلام ده ممكن هم في أول خمس ست دقايق أو أول ربع ساعة جابوا فيها جلد فتحوا الجيل طب كابتن شريف ميقول كان معنا من شوية وقال إن إحنا محتاجين جرأة أو ثقة بالنفس كبير علشان نقدر ندخل الجوان مفيش داعي إن إحنا نتردد أو نقلق مش مهم اللي أنا أتردد واللي أنا أدفع ولا أعمل حاجة زي ديت اللي أنا هاجم ند 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 وامشي على هذا المستوى هم برضو هيكشوا مني أنا لو قلقتها هدفع لو دفعت في أول ربع ساعة وتلقت النتيجة سفر سفر ألعب على حاجة واحد بس إيه هي؟ على الكرة المرتدة الكرة المرتدة ممكن يجيب منها جون طبعا يعني أنا هاعفل لهم نصلاحة القضية ممكن ممكن القضية ماشية زي المباراة الزمانك والنهاية أفريقيا دي كرة أجيبنا منها جون والشلط ماتش الزمانك برضو ترجعنا برضو في نفس المباراة برضو وورا برضو بعد الربع ساعة الأولى طب هل كل ده من اللقيبة ولا المدير الفني اللي بقول المدير الفني مش هيقول كده المدير الفني مش هيقولك لأ أنت تتقف خطوطك وإنت عصرت غرفة الملابس قبل ماتشات كبيرة جدا في حاجات كتيرة جدا جدا جوه مصر وبره مصر السر بيبقى في غرفة الملابس إيه اللي بيصنع نجاح اللعيبة في الماتش وخصوصا لما يكون ماتش مهم زي ده مو مبارا يعني حاجات وفوات زي ده إن بيتسيب اللعب بيفكر كل اللعب بيقعد مع نفسه بيفكر اللي أنا هعمل الجن بتاعه إزاي مش هيجرب اللي بيقعد معه المدير الفني مش المدير الفني اللعبة مكتور كل اللعب بيقعد مع نفسه